اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيبقى متوسط اللحمة بتاع السمكة مختلفة عن اللحمة سمكة البوري بيبقى اصرع في الوقت وفي الفترة الزمنية في التخليل في طريقتين لتخليل سمك السردين ممكن عندي زي ما احنا عارفين كل ما بنوع في الاختيارات في طرق كتير جدا متعددة متنوعة لأي منتج بيختار الطريقة السهلة او حتى بيبقى ساعتها ساعات بيبقى فيه في الوقت المناسب مثلا فيه فوقت معين عندي السردين الطريقة دي هقدر اعمله في الوقت ده ممكن تاني بطريقة تانية يكون افضل لان انا اعمله بالطريقة التانية احنا هنستعرض الطريقتين وطبعا بتبقى على حسب ظروفنا عايز اختار الطريقة دي موجودة عايز اختار الطريقة دي موجودة ودي بتأديل النتيجة اللي على الاعلى درجة من الجودة بازن الله ودي بنفس النتيجة بازن الله تعالي سمك السردين يحتاج كمية ملحة أقل من سمك البوري سأطلح الزمكة للكمية الملح سأطلح في بارثالين الراس مرة يعني من نرسه اول حاجة الراس وبعد كده الطبقة التانية بتبقى اديه الفوق الراس وهكذا بالتبادل حد ما خلص الكمية وبالفه برضه كويس جدا وبنأكد في حاجتين بتبقى عدوة اي سمك مملح المية والهوى لو احنا حطينا المية جتعة على السمك لقدر الله بيفسده وبيساوي كل تعب سفر لو فيه هوا للسمك دخلي اسناء مرحلة التخليل والفترة الزمنية لقدر الله مجهودي بيساوي سفر فاحنا طبعا بنبقى مركزين جدا وحنا بنصنع الاسماك لهم ملحة نكون حاضرين ان النقطتين دول ما يتعرضش ليهم اي نوع من انواع السمك وبنسيبه بقى الفترة الزمنية عشرين يوم شهر ما فيش اي مشكلة بعد كده بنبدأ نطلعه ونفتعه الطريقة التانية اللي هنستعرض ده ان شاء الله هي الطريقة اللي احنا بنشوفها قدامنا دي بطريقة البرتمان اللي احنا شايفينه او بالزيت الطريقة دي سهلة جدا وعلى مستوى الشخصي بفضلها احنا بنجيب كمية من السمك انا بخلي بتاع السمك بينضفه لي كويس جدا بيشيل الاحشاء انا باجي بقى في البيت بخسله كويس جدا جدا وبنشفه يابكتة الماشي اللي احنا اتفقنا عليها في السمك الفسير او بسيبه يصف الماء بتاعته لحد ما ينشف خالص بعد كده بقى حضر الكمية الملح اللي عندي احنا قلنا بياخد كمية ملح اقل كباية ملح كباية لربع ملح على حسب الكمية وبرضو حجم السمك بحط له بقى معلقتين متوسطين من الكوركم بحط الشطة وفلفل زي ما احنا عاملين كده ببدأ اقلب الخليط عندي وببدأ احشي السمك هنا بقى الطريقة دي مختلفة عن المطالة اللي احنا قلناها انا هنا بحط السمك فوق بعضه زي ما احنا شايفين كده وبحط الملح وبحط الكوركم والفلفل شطة وبغطي بالزيت الزيت بقى بغطيه لحد ما يخليلي يغطي كل كمية السمك بيقعد بقى فترة زمنية حوالي عشرين يوم او خمستاشر يوم ده سهل جدا سريع يعني ممكن اكله بعد خمستاشر يوم بازن الله او عشرين يوم هو ممكن اصيبه لحد شهر بس برضو السمكة يعني ما بتستحملش بتتهري معي بس بتبقى على الاعلى درجة بازن الله زي ما قلنا من الجود احنا هنا فتحنا على السمك زي ما احنا شايفين فتحنا البرطمان اهم حاجة عندي بقى في النقطة دي ان الزيت يغطيلي كل كمية السمك اللي احنا عندنا اللي شايفين اه فبطلع بقى السمك هنا بقى مش هخصل بقى السمك ولا هشطفوا لأي حاجة انا هطلعوا من الزيت وابدأ اصفيه وحطوا زي ما احنا شايفين قدامنا اجي هو في البرطمانات زي ما احنا شايفين طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا انا ممكن اوزع كمية على كمية من البرطمانات الصغيرة زي حكاية التونة فكرة التونة اللي انا برجحها بطرمانات صغيرة كده بفتح البرطمان ناخد منه وااكل الكمية سواء سردين او بسرية او ممكن زي ما احنا عاملين كده حطيني الكمية اللي احنا حطينها بملحها بالكوركم بالمكونات بتاعتها بياخد وقتها الافتراضي زي ما احنا شايفين اهو وبتبقى نكحة جدا طبعا هو قدامي وبرطمان ازاز فبتابع يوميا المراحل التطور لحد ما يوصلي لمرحلة التخليل اللي احنا شايفينها بعد كده بقى بابيد ما بيعدل عشرين يوم طبعا بعرف اززا هو ستوا مراحل السمك بتبدأ تختلف السمك اول ما نبقى جايبينه بيبقى اللون جوا السمك عامل زي البنية كده ما بنجي نفتح السمكية ان اللون الني بتاع السمكة اه بعد خمس ايام بلاقي اللون بيبقى وردي بيفتح بيفتح لحد ما يوصل للشكل الي احنا شايفينه ده مميزات الملح الخشن زي ما اتفقنا وبنأكد دايما ان الملح الخشن شرط اساسي في اي نوع من انواع الاسماك المملحة زي ما قلنا وبنعدها تاني بيحافزلي على النسيج العام والشكل العام للسمكة بيخليلي الجلد متماسك زي ما احنا شايفين بيخليلي اللحم كل الفليل بتاع السمك طري جدا وقطعة واحدة مش متفتت مش طري مش مهري كل الحاجات دي طبعا بيحافزلي عليها عن طريق الملح الخشن انا بحط برضو كمية الملح بيبقى فيه توازن ما بخلوش حادق اوي ولا بخليه دلع اوي لو لقيته حادق نفطر ان انا مسلا مقدار الملح يبتدى ازاد عندي بابدأ ممكن اشوفه بمية لحد ما اشوفه الملحة اللي انا مستصغة وبحط له بقى الخل واللمون هنا بقى بطلة وحط الخل واللمون على حسب الاكل الطريقة دي سهلة جدا وبسطة جدا برضو هنعمل بيها التونة ان شاء الله ويبقى فيه فيديو عن التونة ونشوفها سهلة جدا وسريعة بتتنظف الحاجة وبحط لها الزيت وبحط لها المقونات بتاعتها الملح والفلفل اي اضافة الكوركم طبعا بيدي نكهة وبيحفظ لي زي ما قلنا مادة حفظة طبيعية زائد ان هو بيضيف لي القيمة الغذائية العالية للمنتج بتاعي بنأكد برضو ان الاسماك مفيدة جدا جدا وقلنا في الفيديو اللي فات عن الفسيخ ان هو بيحفظ لي على المزاج العام اللي بخلي الواحد عنده الرضا نفسي بيخلينا طبعا راحة البال والهدوء ده ان شاء الله بننشده ربنا ان شاء الله ينم علينا جميعا بيه فسبحان الله من المميزات يعني كمان ليه شق صحي وشق معناوي واجتماعي يعني الاسماك او الفكهة اللون زي ما قلنا في مفيدات كتير عن الفكهة اللون بيلعب لي دور في الحالة النفسية والحالة الاجتماعية لينا ربنا ماتعنا جميعا براحة البال اللهم امين زي ما احنا شايفين كده ببدأ بقى اطلع واحط له بقى اللمون والاضافات اللي انا بحط عليها زي ما قلت الميزة دي الطريقة دي في التخليل ان انا باخد على قد الاكل اللي انا بعمله ممكن احطه برطمان كله كمية واحدة ممكن احطه في برطمانات زي حكاية التونة وابدأ اخد منه زي ما احنا شايفين يعود قد ايه? يعود من السنة للسنة طب انا ممكن افتح واخد منه واقفله عادي مفيش اي مشكلة طب احفظه فين? ممكن احطه في التلاجة وممكن احطه في جو الغرفة العادي لانا نحط له زيت. الزيت مادة حفظة ومادة عزلة عن ان الهواء. اهم حاجة عندي في سواء في الفيسيخ زي ما اتفقنا في الفيديو بتاع الفيسيخ. او السردين ان الهواء ما تخليش سواء في البرطمانات او في اي طريق التغليف للفسيخ او السردين. السردين طبعا مختلف زي ما احنا شايفين مختلف تماما عن الفيسيخ. احنا انا بنأكد بحطه وزود الزيت. انا عندي البسارية في برطمانات بسارية عندي متغطية بالزيت. بس الفرق بقى بين الفيسيخ والبسارية والسردين بيتهروا. يعني كل ما بتقود احنا شايفين البسارية اللحمة خفيف جدا جدا مش مستحملة. بس بتبقى كلها اه كله يعني زي انا عايزين انه لايك كلها متكامل مع بعضه. حتى الشوق بتاعها اه مع التخليل طبعا بيتاكل عادي زي وزي السمك زي اللحمة بالزبط عادي. ما فيوش اي مشكلة ده كلام ده بالنسبة للبساري. اه زي ما احنا شايفين ادينا طلعنا السمك السردين. بندف له بقى الاضافات اللي احنا بندفها الزيت واللمون. الاضافات الطبيعية اللي احنا بندفها للاكل ان شاء الله. وبيبقى عندنا السمك السردين زي ما احنا شايفين. بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. نحرص على ان نكون عندنا الاسماك المملحة على مدارق العام. موسم السردين ممكن نجيب كمية كبيرة ونعملو. دي طريقة سهلة جدا وبسيطة. بفضل الله سبحانه وتعالى على مستوى الشخصي. انا بفضل الطريقة دي. زي ما قلنا في تنوع واختيار. عايز اعمل الطريقة دي. اعملها. عايز اعمل الطريقة دي اعمل. ممكن الظروف تكون مسلا سهل ان انا اعمل الطريقة دي. وممكن وقت تاني سهل ان اعمل الطريقة تانية. فالاختيارات والتنوع بيرسريلي المنتج. حسب الظروف وانا بعمل. اهم حاجة عندنا ان احنا ناكد ان الاسماك بترفع كفاءة المناعة. بترفع كفاءة الكبد القلب. اه حلوة جدا غنية جدا بالامجاسري. فيتامينات ومعادن حلوة لحشاشة العزام للعظم للسنين للشعر. احنا عارفين طبعا ان ربنا سبحان تعالى بيانم علينا بكل حاجة بيخلقها لنا. بتبقى مفيدة جدا جدا معنويا واجتماعيا وسحيا. اه دي تاريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. فتحنا السردين وشوفنا مع بعض. وان شاء الله هيبقى فيه فيديو بازن الله تعالى عن التونة. ونشوف برضو نفس الطريقة. وهنستعرض ان شاء الله في فيديو هيجمع ما بين السردين والفيسيخ. ونشوف الخطوات اللي احنا عملناها. والفوائد الصحية ان شاء الله هنتكلم عنها باستفاضة الى حد ما. اه بالنسبة للسردين وبالنسبة للرنجة وبالنسبة للفيسيخ والبسرية. واه عايزين اكد نحرس على تناول الاسماك سواء الطازة او المملح. والحد ان شاء الله لما نتقابل في فيديو جديد عن نوع جديد من انواع السمك. استودعكم الله لزا ترضيع وضائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.